نصل الازدحامات من الطرق الفرعية وهذه الطوابير الطويلة اللي صراحة قوة ممكن واحد يمشي بيها إذا بتكتك وذا بسيارة صحيح والله أنا دائما أقول سبب الازدحام هو كثرة المركبات في بغداد في بغداد 4 مليون و 600 ألف سيارة يعني دائما نحن 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 نحصائية الأخوان في وزارة التخطيل تطلع يوميا في بغداد من الصباح الباكر 3 مليون سيارة يعني هذا عدد جدا كبير لشوارع يعني مكزيمم تأخذ 600 ألف أو 900 ألف سيارة فأين أود السيارات لكن دولة ريس الوزراء يعني بصراحة هذا الفكر الاختناكات المرورية بدينا نلمس هذه الحالات أولا برفع أكثر من 27 ألف إلى 30 ألف صبة وكونكريتية فتح كثير من الطرق والشوارع اللي موجودة من 2003 مغلقة تعريض الشوارع اليوم أنا هسا قلت يعني أتجوه اليوم وقبل مدة لدى الشارع إذا يعني أطي مثال واحد من جامع براثة بلال إلى العطيفية هذا كان شارع بي أطباء وبي مستشفيات كان يوسع لي أربع سيارات اليوم رح يوسع لي ست سيارات إذن بهذا التوسيع أنا بديت يعني أساعد يمكن للناس وساعد الساحات أبو جعف المنصور كانت جدا كبيرة اليوم أخذنا من عندها تكريبا ويا الأخوان بالأمانة أربع لاينات يعني بدأت تصغر إذن تفتر براحتك إضافة إلى يعني الشوارع الأخرى فهذه واحدة من الجراءات اللي راح تخفف عن حركة السلمرور والحديث عن الدراجات التكتك هذا بعدين يعني نشرح به نريد نعرف أيضا الخطط الأخرى اللي ممكن أنه تقلل من يعني الزحام داخل الأزقة بلال داخل الأزقة الحقيقة إحنا ما عدنا سيطرة يعني ماكو دوريات مرور أو موجودة لكن أنت تعرف كل الأزقة صارت مناطق تجارية اليوم أنا في منطقتي يمكن الشوارع كلها صارت تجارية من أريد أروح أوقف أحيانا زين هو شارع كيف يصير تجاري؟ موافقة طبعا أمانة بغداد أي مو كل شارع تجارية زين هي غير أكو مثلا أكو دراسة المفروض يصير دراسة نعم هما أكو يعني كان يكون عريض أكثر من يأخذ إلى أربع سيارات أو ثلاث سيارات بمكان للوقوف إذا كانت أسواك أو تعرف حتى مجمعات طبية صارت يعني لذلك الأخوان هذا يعني يقع لعاتك أمانة بغداد نحن كرقابة مرورية ماكو موجودة بالشوارع يعني هسا لا سمح الله مصير حادث مروري بالزكة ما نطلع نطلع دوريات النجدة لأنه تقصير ما يكون ماكو أسباقية في المناطق السكنية بس تأمل أخوان في أمانة بغداد ما أمطي مجال بلال يعني يعني أنا شفت قبل فترة استنجدوا الأهالي أعتقد بالحارثية بالداودي والداودي صحيح بالداودي استنجدوا بالمرور لأن صار الموضوع يعني خلص ماكو سيارة حتى لا لا صحيح الداودي من التانكي باتجاه خلينا دوريتين وحدة عنين وحدة عن يسار لأنه بيوت موجودة سكنية ومطاعم بي حتى رصيف ما بيه يعني يعني شارع الداودي أنا داع أحش كمثال صحيح هو ما بي حتى رصيف يعني ولا بي جزر وسطية يعني ما مهيئ بس تعرف الأمانة يعني أنطت موافقات المطاعم والمقاهي يعني لذلك أنا أتمنى احنا استجاب يعني من الصباح إلى الصباح يعني حتى آخر يعترض المخرج يقول بي جزر وسطية بي جزر بحيث يعبرون عليها بالمناسبة صحيح يعبرون عليها السيارات متمام يلتقي هناك دائما لذلك نعم أكون تعاون بين الأمانة بس أنا أتأمل يعني أنه منطي موافقة حتى نروح تتحول اليرموك الأربع شواء مثال آخر يعني ما ممكن اليرموك اليوم بلال يعني حتى الوقوف مع الأسف صار تدري هي أربع لينان صار يعني الجانب الأيسر وهذا يعني جريمة بالنسبة أننا أعتبر خاصة بقوفة على الجانب